العيالات كتعانوا لي من الشي ما خلى عندكم قانة ما خلى عندكم خاطر عندكم شي مناسبة في الحين وبغيتي شي خلطة طبيعية بيدون ديكاباج بيدون حنة يعني وصفة في نفس الوقت ترتبليك الزغبة يعني الزغبة ديالك ترتبليك وتولي في نفس الوقت ترتبه في حل لمشي تعملتي الكيراتين في السارونات اليوم عندي لك الحل للا الوصفة شهوة من هاي البنات غادي تحمقكم وغادي تخليكم إن شاء الله تبانونتم وهم العروسات في المناسبات إن شاء الله يعني غادي تصدمي في نفسك والله القسامي للبنات الشعر ديالكم غادي تقول لي يرطب مسبسب حرير زي ديالها كتعالج تونيا أولى المشكلة يعني ديالتعلبة احنا عارفين تونيا ولا التعلبة عند أغلبية البنات أغلبية النساء في سنة الخمسين سستين سبعين فاليوم غادي تقضيع الشيبو في نفسك في الوقت تعاني عفوا تقضيع المشاكل اللي كتعاني منها في الشعير ديالك وبصحور رحموا سبقا ولكن ما تنسوناش من اللايكات كيما كان جوكم بهميزات في المستوى الحمد لله ففجروا الفيديو باللايكات وكيما كتلاحظوا رخليتكم نتائج ما شاء الله دي لهاد الوصفة هادي فالمقاطع على جانب هاد الفيديو باش تشوفوا النتيجة الهائلة والسحرية اللي ما شاء الله شعر مسبسب طويل حريري فحتنتوا ما يجربوها وقلوا ليفتعالك يفجزكم وعلى بركة الله مشو باش نتعرفو على مكونات الوصفة ومقادرها وطريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها وكيما كنتوا بزاف منكم طلبتوا مني وصفات للقضاء على الشيب فاجيتكم تاني بوصفة اخرى لانو ما شاء الله كتانين كتطلبوا مني الوصفات اللي تخلص منها الشعر الابيض اولا الشيب جبتلكم وصفة اليوم ما شي غير غتعال شيب وينما غتقوي لك حتى الشعر وغادي تكتفولك بزافة البنات كيعانوا من صلاح وكيعانوا من تونيا بزافة العيالات بزافة البنات كذلك يعني ممكن تلقام غير مراهقات سين سباطاش سين تمنتاش وكيعانوا هاد المشكلة هاده وبغوش احل زوين شي حل افيكا شي حل الهو طبيعي ورخيص في نفس الوقت وآمن فليوم جبتلكم وصفاء ما نعودش لكم لبنسبة القضاء على الشيب لبنسبة الترطيب فهي كذلك في مثابة كيراتين طبيعي وكما كان عفو عن الكيراتين اللي كي يدار في السالونات كيبدأ أبا تاخدوا ألف درهم يعني من عشرين الف ريال وانتي طالعة باش تديري واحد الكيراتين طبيعي في الشعر ديالك أكيد ألف درهم يعني إنسان ما تيقدشي عليها عنده شي أساسي وضروري في البيت دياله والأسرة دياله كتر ما غاديمشي دير هالشعر دياله واشيعمل واحد الكيراتين احنا اللي ما غا نخسره لألف لألفين فقط مكونات بسيطة ورخيصة في البيت ديالكم في المنزل ديالكم مع ولداتكم إن شاء الله غادي تطبقوها ومنذ أول استخدام غادي يجيب بيها الله تيسير ولكن كما كنقول لكم دائما كنجوكم بهميزات كنجوكم بوصفات لحتحنا يا صراحة كنخدموه اليوم كنناخدوه من وقتنا ومن وقت البيت ديالنا باش نجوكم بشي حاجة اللي فعلا كتستحقوها وتستحقو أكيد ما حسن وما كتر فأنا بغيكم تهجمو على هاد الفيديو باللايكات أي وحدة كتشوفي يدابان وبينقول لها مرحبا بيها ولكن ما تنسوناش من لايكات 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 ديالكم للقناة كذلك تشتركوا فلاشين وتفعلوا زي الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد تخليولينا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو بغي نتشوفو في الفيديوهات المقبلة ولا الفيديوهات الماجئة شنو الموضع اللي تبغوني نتكلم عليها ولا فيها أي موضوع أي سجو بغيتوني نتكلم عليه فمرحبا يعني وألف مرحبا يعني نتكلم لكم على أي سجو حبيته وعلى بركة الله ما غديش نطول عليكم أكثر غدي نمشو مع بعضياتنا تعرفوا على مقادر الوصفة والطريقة ديال تحضير ديالها والطريقة ديال الاستخدام والاستعمال كذلك فأول مكوينين لبنات غدي نحتاجهم كما كتلاحظوا في الفيديو هما البيض يعني عندي هنا يا لبنات بيضة عندي غلبيض العادي ما عنديش البيض البلدي يعني غلبيضة عادية فغدي نديرها إلا عندك مثلا شعرك طويل وكثيف فديري جوج حوض وحده ديري جوج من الأحسن عدنا لبنات لحبة السوداء والحبة البركة يعني نحتاجوا منها كمية كذلك غدي نحتاجوا كمية من القرنفل كذلك غدي تحتاجوا معي لبنات إلى بودرة شاي مطحونة بودرة شاي لبنات خاطيرة للشعر زوينة 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 زفزة كتقضي على جميع المشاكل من غير انها تقضي على الشيب يعني كنظر على المشاكل الاخرى اللي كانعانوا من احنا النساء في الزغبة كذلك الماسور تحتاج وحد المكون على ما اعتقد يعني اول مرة بقتاجهم معكم في هدى الايام هدو لفهد الفيديو كما سنقوله الجداد اللي هما البصل ايه لبنات البصل وما ادراك ما البصل البصل راكي طول لكم الزغبة بزفت لبنات المؤخرة انت يقولوا لي شعرنا راكي طوال شعر دينا راكي بقى غير في حد ديالو بغينا شي حاجة ايفيكاس بغينا شي حاجة ناجحة بغينا شي حاجة دقبطلة لعلاج مشكل كما قلت لكم ديال الشعر انه كيبقى في الحد ديالو وخيدو زعام عامين تلت سنين كيبقى غير في الحد ديالو فغنحتاجوه عصير للبصل كما كنقوله بدون شوائب يعني الخالي من الشوائب فكتاخدي بصلة ولا جوج ديجا انا قدرت هدى العملية هدى قبل فكتاخدي بصلة ولا جوج كتحكيها وبعد كتعصري ذاك البصلة وكتاخدي غيدك العاصير اللي هو صافي ما فيهش دوك القطعة البصلة الصغار ولا دوك الطرفة يعني غير صافي احسن باش هكذا مني تبقى لغوستات ما غديش تبقى اه تبقى هوفي دوك القطعة صغيرة البصلة وكذلك ان شاء الله اخر حاجة هي الطيل الاخضر موسان يدرس ميدينا ما كيختاناش فغنحتاجو منه ان شاء الله كيمية هدو هما كل المقادر اللي عندنا غدي نعودهم عندنا بيضة عندنا الحب السوداء عندنا القرونفل عندنا بودرة الشاي عندنا الطيل الخضر وعندنا البصلة وفي المجموعة عندنا السجل المكونات ولكن هاد السجل المكونات اراهم فعالين وجبارين للقضاء على الشيب وكذلك للقضاء على جميع المشاكل الموجودة في الشعر من هات التعلابة ولات تونية اغلبية اللي بناس عندهم هاد المشكل التساقط الزغبة اللي مكتفاش الزغبة اللي مقوياش شعر اللي مكيطوالش مخدو زعام عامين كيبقى غير الحادث ديالو يعني هناك عيدات مشاكل المشاكل المشاكل مشكل مشاكل كتيرة المهمدة بغادي ندوز معاكم ان شاء الله لطريقة التحدير اللي بسيطة والخيصة وما تنسوناش لبناس من اللايكات باش نزيد ونجيبوا لكم في حالة دلهميزة ترى ما تصوروش ايش حال كنجربو في يعني في اليوم من وصفات الطبيعية كنجرب أنا ستت الوصفات غير باش نجيكم بالجديد غير باش يجيكم شي حاجة كما تنقولو حصرية ما شيش حاجة ليعش وقي الحمدول الله ويالله معاي ندوزوا لطريقة التحدير اول حاجة اللي بناس سنبدأوا بها هي بيضة فغادي ناخد من احسن هذا الإناء هذا شوية كبير هنتم اخذت بيضة غادي نضيف البيضة معلقة الحب السوداء معلقة القرنفل فودرة الشاي معلقة الخضر وكاتخلطي وكاتخلطي وعاد من بعد غضي في عسرة البصلة من الوصفة اللي بنات حصرية في القناة فانو بكم تهجموا على الفيديو باللايكات وباقتاجي وهاباقتاجي وما تخلي واش عندكم لانو كما كان قولوه ميزات كان ضربوا عليهم تامارة فما كان بغيوش غير حنا اللي يستفدوا بوحدتنا وانا ما كان بغيوه يعني كل كل السيدات يستفدوا منهم ان شاء الله لانو الأغلبية من النارة كان عانوا من الشعر خصوصا في هذا الفصل من الزرد الصيف والفضل الصيف يعني كان مشو البحار لبحار وبحار لبحار يعني ما يتدرر من البحار بكثير ما كان نشوي بكثير ما وكي تضير فبتالي اكيد خصوصا فيه الزغبة زوينة نضيف بصلة مع صورة كاملة ونخلط كل شيء اشتركوا في القناة نضيف الصورة اضيفة بصلة اضيفة هذا هو الشكل النهائي قوامتي اللي ستحكمي فيها على حسب الضغط و الاختيار ثم اخذ الشعر و تكمل الشعير كامل ثم اخذ السلوفان او النايلون و لا يوجد مشكلة او لما عندك اخذ الميكا مثلا لما عندك او لما توفرش لا تريد مشكلة و لا تخذه فماشي مشكلة ولكن اخذي غيميكا ماشي ما تديريش الميكا و ما تديريش هو البصفة غا تنجح ولكن ماشي بالفعالي اللي غنبغي ليكم انايا ماشي كما تقولوا بالنتيجة المبهرة والسحرية اللي غنبغي ليكم انايا فمن الاحسن لبناس طبقوها و ديريش السلوفان ما عندكش عوضيه بالميكا اراه فحل 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 الميكا بحل السلوفان المهم لفيها مزيان و خليلي اياه شعير ديالكس قريبا واحد اني واحدة ساعة من الاحسن ساعة خمسة واربعين دقيقة اللي عندكش بقليل عندكش بكتير ساعة ساعة ونص ساعتين الناس اللي كيقولوا ليوش ممكن باتوا بيها وش ممكن ديروه استسويه كين بعض الناس مل في الوصفة الطبيعي كيدو كيد يندوزوا فيهم يعني وقت طويل فش عيار ديالهم فاكيد البنات ممكن يعني ديرها استسويه علي لكاملة ساعتين ثلاثة سواع يعني مسألة اختيارية اصلا طبيعية ما فياش اي مكوين مثلا مثل ديكاباج ولا شي حاجة اللي تقدر تسبب لكم مشاكل في الزغباء الا بالعكس باش ما خليتها مدة طويلة باش ما شبع الشعر ديالكم من الفوائد اللي في هاد المكوينات لانه البصلة الحمد لله ما شاء الله راه فوائدها معروفة لما زي ديالها لا توعد ولا تحصى يعني الحمد لله وصفة شا نقول لكم عليها قل ما اقول انها مو عجزة ربانية للقضاء على الشيب سواء شيب مبكر او الشيب اللي كيكون قديم يعني عند العيالات اللي هم مفسر لقمسين ستين سبعين فاكيد كيكون شيب راسخ وشيب مصعب ان ننزولوه بشي طريقة اللي يعني اللي الا لكان شي طريقة كما قلنا لي هي افيكاس وناجحة وصلت معكم نهاية الفيديو ما تنسوناش من لايكات 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 كتروا منهم اشتركوا في القناة بنسبة الناس اللي مازانين ما مشتركينش نو كتنا وغزالاتيرا دايما الجديد ودايما كل يوم يعني في الشياء كنجيبو لكم فيديوهات في المستوى فما تنسوناش من لايكات وتحية خاصة لكم وانتلقى معكم في فيديوهات ماجية والمزيد من الوصفات اتي ان شاء الله شكرا لكم وما تنسوناش من لايكات والبغتاش الى اللقاء